السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل فستان بناتي للبيبي. سهل وبسيط لكن بموديل جديد جميل جدا وما يزبط مناكم. سهل وبسيط عليكم. كمان ينون. اعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفستان هنستخدم له اتنين من الالوان. وممكن تزويدي الالوان وممكن تستخدمي لون واحد لو انت حبا. هستخدم معكم خيط متوسط الصنع مع ابرة رقم تلاتة ونص مليمتر. بسم الله رحمن الرحيم في البداية بنتدي نكون صدر الفستان. هسيب مسافة بسيطة من الخيط. هبتدي الف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة. بسحب الخيط بخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هكون في البداية كده تسعة سلاسل. بسم الله كده واحد اتنين تلاتة اربعة. وعلشان اكون سلسلة بيكون عندي الابرة الحلقة. بحط بليف الخيط بخرج منها. كده خمسة ستة سبعة تمانية ورقم تسعة هبتدي اضيف فيها العلامة بتاعتي. تعالوا نعمل رقم عشرة بس عشان ايه? لما نحط العلامة الغرزة اللي بعدها ما تكونش دايقة. حطينا كده المركر في الغرزة رقم تسعة. نرجع نشتغل تسعتاشر غرزة اشتغلنا منهم احدى. كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعة تاشر. رقم غرزة بعديها كمان. وده هتبقى من العدد جديد. الغرزة رقم تسعتاشر. بنبتدي نحط فيها العلامة. تاني تسعتاشر غرزة وارتفعنا منهم واحدة. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر. كده هنحط الماركر هنا بس بنرتفع سلسلة بعديها عشان ما نضيقش ايه الشغل. الغرزة رقم تسعتاشر بضيف فيها العلامة بتاعتي. مرة كمان تسعتاشر سلسلة. كده واحد منهم. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر. ودي غرزة من الغرز الجديدة. كده بنكون عملنا الاربع علامات بتاعتنا. الفستان بتاعنا بيكون مفتوح من الظهر. تمام? طيب. انا كده اشتغلت تسعتاشر 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 اربع مرات تسعتاشر. بس طبعا طالما انا عندي الفستان مفتوح من الظهر او من الامام زي ما انتم حدين. ببتدي اشوف تسعتاشر دي هتقبل اسمها على تنين ولا لا بحيس ان انا قسمها على جزئين لو بيكون طبعا ايه مقفلين على بعض. فتسعتاشر ما تقبلش الاسم على اتنين فشلت منها غرزة واستغلت على تمنتاشر غرزة. تمام? لكن كل الجواني بقض بعضها. كده هنا هنشتغل تسعة غرزة واحد سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة. الشكل ده زي ما احنا شايفين. بقى كده معي تمنتاشر سلسلة. التمنتاشر دول طبعا اللي هما بيكونوا اليمين واليسار الجانب ده والجانب ده. الاتنين بيجمعوا لتمنتاشر سلسلة. ولو زودنا عليهم سلسلة كمان هيكونوا التسعتاشر زيهم زي اي جانب من الاربعة. انا عندي هنا النص ده والنص ده جانب. هنا جانب جانب جانب. يبقى كده عندي الاربع جوانب بتوع الصدر المربع. لو جينا عدلنا الشغل بالشكل ده. اهو. هنبص اللي ان الصدر بتاعنا المربع يتكون. نبتدي نشتغل الصدر الاول والغرزة بتاعتنا هتكون بغرزة العمود بلفة. فوق كل غرزة من السلاسل اللي احنا اشتغلناها هنشتغل غرزة عمود بلفة واحدة. نرتفع سلسلتين ارتفاع. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما احنا عارفين ان سلاسل الارتفاع مش محسوبة من العدد. طيب غرزة العمود بلفة بتكون مكونة من كم سلسلة او ارتفاعها كم سلسلة بيكون ارتفاعها تلاتة سلسلة. علشان كده لما باجي ارتفع سلاسل ارتفاع مش محسوبة من العدد بقل سلسلة عن عدد سلاسل ارتفاع الغرزة اللي انا بشتغلها. تمام? دي قاعدة يا بناتنا حفاظها كويس. عشان نسحب طبعا آآ نشتغل سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة بس حبل خيط بخرج منها بسم الله واحد اتنين السلسلتين مجرد سلاسل ارتفاع مش هحسبهم معي من العدد. وبتدي في السلسلة رقم تلاتة اللي هي اول سلسلة من العدد الطبيعي بتاعي. هشتغل اول عمود بلفة. ازاي بنشتغل وبيكون عندي على الابرة حلقة. بلف لفة واحدة لانو عمود بلفة واحدة معنا نكتخل في الخيط على الابرة مرة. اصبح معي حلقة اساسية. لفة لفنها. بقوا حلقتين على الابرة بسيب سلسلة اتنين. واروح لسلسلة رقم تلاتة في الحلقة الخلفية الباكلوب بدخل. هسحب الخيط وبخرج معي كده على الابرة تلاتة حلقات. هسحب الخيط وبخرج من حلقتين. يتبقى معي حلقتين. اللي هي طبعا سيحبتها وخرجت بيا. والحلقة الاساسية هو اتنين. هسحب الخيط واخرج منك. كده عمود. وكل سلسلة من السلاسل اللي اشتغلناها عمود. كده تنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. ورقم تسعة هنبتدي نشتغل فيها العلامة بتاعتنا اللي هي ايه? الزاوية الاولى. والزاوية عندي هنا يا بنات هتكون مكونة من غرزتين. طب انا ليه ما حطتش ماركر في المكان التاني اللي هي الغرزة سلسلة اللي بعدها كمان. يعني انا هنا حطيت علامة. علشان اعرف الغرزة اللي هي هشتغل فيها الزاوية فين? هي هنا عندي دي زاوية والغرزة اللي قبلها كمان زاوية. طيب في الغرزة اللي فيها زاوية. احنا لو عايزين طبعا من البداية خالص نحط ماركر في الغرزة اللي بعدها نحط ماركر هنا وماركر هنا ما فيش اي مشكلة. بس طالما انا حددت مكان منهم. فبالتالي انا ببقى عارفة مكان الغرزة التانية اللي هشتغل فيها العلامة. تمام? هشتغل بقى داخل الغرزة اللي فيها الزاوية. انا اشتغلت كده على تمانية من التسعة. السلاسل اللي اشتغلناهم. فرقم تسعة بشتغل زاوية. هشتغل فيها اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ. كده بسم الله كده واحد. وكمان مرة في نفس الفراغ هو هو عمود بلفة تانية. دي كده بداية الزاوية بتاعتي. هاخد سلسلتين مسافة من فوق واحد اتنين. وهروح بقى للعلامة اللي انا حطاها او الماركر اللي انا حطاه. هشيلو. وهتدي في نفس الغرزة دي اشتغل اتنين عمود بلفة تانية. يبقى دي كمالة الزاوية بتاعتي. فقى هنا الزاوية باقي الزاوية بتاعتي. اشتغل فيها اتنين عمود. كده واحد. كمان مرة في نفس الفراغ هو هو. اتنين. خيب هيقابلوني كده كم? انا خدت غرزة من التسعتاشر. يبقى بقي لي هنا كم? تمنتاشر. هنشتغل منهم سبعتاشر. والغرزة رقم تمنتاشر برجع تاني. اقرر ان اشتغل عليها وعلي بعدها زاوية. ما بينهم سلسلتين. كده نبتدي نشتغل عمود على كل سلسلة قابلني. بسم الله كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. طيب احنا لو حابين احنا طبعا الزاوية عندي هنا باينة. فمش محتاج ان انا ارجع عليها العلامة تانية. لكن لو حابين ما فيش مشكلة هنضيف العلامة فوق السلسلتين. كده عندي كام اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة. طبعا الغرزتين بتوع الزاوية نفسهم. مش بحسبهم من العدد اللي انا بشتغله دلوقتي انا بحسبهم بعدين في السطر اللي بعد. ده خمسة. ابتديت العدد بتاعي بعد العمودين اللي ستة. سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر كده سبعتاشر غرزة هنبص نلاقي الغرزة. اللي قبل العلامة هشتغل فيها اتنين عمود اللي هي تعتبر بالنسبة للوقتي ايه رقم تسعتاشر. لان رقم واحد من العدد التسعتاشر غرزة اناyon اشتغلت فيها غرزتين. خلاص يا بنات رجعت اشتغلت سبعتاشر آآ يبقى سبعتاشر واحدة يبقى تمنتاشر ودي رقم تسعتاشر بتاعتي. اشتغل فيها اتنين عمود في نفس الفراغ. واحد. كمان مرة في نفس الفراغ هو هو اتنين. اتنين سلسلة واحد اتنين وبرجع تاني في نفس الفراغ. احنا كده اشتغلنا فيها عمودين. لأ هنروح بقى الفراغ العلامة اللي بعده. في كل فراغ من الزاوية السلسلتين اللي هما بتوع الزاوية باشتغل في كل فراغ منه مرتين. كده دول اشتغلت في ايه مرتين. الغرزة اللي بعدها. اتنين عمود. كده واحد. كمان مرة في نفس الفراغ. اتنين. وبرجع ارجع العلامة. فوق الثلاثل. تاني هرجع اشتغل. سبعتاشر سلسلة فوقيهم سبعتاشر عمود. والسلسلة رقم تمنتاشر. ورقم تسعتاشر ببتدي اشتغل فيها. آآ عفوا. آآ عندي هنا فعلا السلسلة رقم تمنتاشر هنا دي رقم واحد. ونشتغل بعديها سبعتاشر. السلسلة رقم تسعتاشر هشتغل فيها اتنين عمود سلسلتين والسلسلة اللي بعدها اللي فيها العلامة بتاعتي بشتغل فيها اتنين عمود. تمام? نرجع نشتغل سبعتاشر غرزة فوقيها سبعتاشر غرزة عمود. وفي السلسلة اللي بعدها اللي هي بتكون قبل العلامة بتاعتي بشتغل اتنين عمود سلسلتين وفوق العلامة نفسها اتنين عمود بلفة. ونرجع نشتغل تمانية غرزة عمود بلفة. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما باوصل لنهاية السطر وبرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني كده السطر الاول خلص وكمان تقسيمة الصدر المربع اتقسمت قدامنا وبقى خلاص واضح ان هو عبارة عن صدر مربع لفستان بيلي. الشكل ده تعالوا نراجع على تقسيمة بتاعتنا. احنا اشتغلنا تسعة غرزة هنا وتسعة غرزة هنا. تمام? بعد كده اشتغلنا هنا. آآ تسعتاشر وتسعتاشر وتسعتاشر. التمنتاشر غرزة دول انا اشتغلت التسعة اللي على الجهة دي اشتغلت منهم تمانية غرزة على تمن سلاسل الاولانية. والغرزة رقم تسعة كانت بداية الزاوية. تمام? يعني كانت زاوية عندي. ومن هنا برضك اشتغلت تمن غرز على تمن سلاسل والغرزة رقم تسعة كانت الزاوية. بداية الزاوية بتاعتي اللي هي رقم اتنين. خيب هنا بقى بالنسبة للجهة دي او الجهة دي كان عندي تسعتاشر غرزة. اخدت منهم غرزة من هنا للزاوية وغرزة من هنا للزاوية واشتغلت على السبعتاشر غرزة في المنتصف سبعتاشر غرزة عمود بلفة. يعني الزواية بناخد في كل زاوية اتنين غرزة. غرزة من الاتجاه ده وغرزة من الاتجاه ده. والزاوية بشتغل فيها بشتغل فيها اتنين عمود بلفة. يبقى انا اخدت غرزة من الجهة دي من المجموعة دي للزاوية واخدت غرزة كمان من المجموعة دي للزاوية دي. يبقى عندي هنا غرزة اشتغل فيها اه اتنين عمود بعد كده اخدت سلسلتين وغرزة اللي بعدها اتنين عمود. سبعتاشر عمود رجعت اشتغلت اتنين عمود على غرزة الزاوية الاولى. سلسلتين اتنين عمود على غرزة الزاوية التانية. وزي ما احنا عارفين احنا بناخد غرزة من الاتجاه ده. وغرزة يعني غرزة من المجموعة دي. اهي للزاوية وغرزة اخدناها من المجموعة دي لبقيت الزاوية. للزاوية دي هاخد من المجموعة دي غرزة. ومن المجموعة اللي هنا كمان غرزة. تاهمين يا بنات? انا اشتغلت الزاوية وبعد كده سبعتاشر غرزة واخدت اول غرزة من هنا للزاوية. فيها عمودين سلسلتين والغرزة اللي بعدها كمان عمودين. ورجعت اشتغلت سبعتاشر غرزة فوق سبعتاشر سلسلة. آآ غرزة اشتغلت فيها عمودين اللي هي بداية الزاوية وبعد كده سلسلتين من فوق وروحت الغرزة اللي بعدها من تحت اشتغلت كمان بقيت الزاوية اللي هي فيها عمودين ورجعت اشتغلت تمانين غرزة عمود بلفة. تمام يا بنات? هنبتدي نشتغل على كل غرزة من الغرز. بس هنا بقى هشتغل سلسلتين وحنا عارفيني ان سلاسل الارتفاع مش محسوبة من العدد. هلافة شغل الناحية التانية. فوق العمود الاول هشتغل عمود بلفة واحد. هشتغل فوق الفراغ الصغير دي يا بنات اللي فوق الغرزة تحت حرف ال V. تحت الضلائين الامامي والخلف. كده عمود. الغرزة اللي بعدها كمان عمود. طيب. هنا هنبتدي نغير الشكل شوي. هشتغل فوق الغرزة اللي تحت دي اللي هي التالية ليه رقم تلاتة. هشتغل فوقها سلسلة. وهسيبها. طالما اشتغلت سلسلة من فوق. هلف الخيط بقى على الابرة عشان نروح اشتغل عمود بلفة بس فيه من بعد الغرزة اللي انا اشتغلت فوقها سلسلة. يعني خدت سلسلة من فوق هسيب الغرزة اللي تحتها واروح للي بعدها واشتغل عمود. هياخد سلسلة هسيب تحتها الغرزة دي واروح للي بعدها واشتغل عمود. الغرزة اللي بعدها بسيبها وباخد فوقها سلسلة. ولف الخيطة على الابرة طبعا دي هنسيبها ونروح اللي بعدها ندخل ونكمل العمود. وهكزا سلسلة بسيب تحتها فراغ وروح اشتغل فوق الغرزة. هنا عندي دي الغرزة الاخيرة من المجموعة الاولى. عمود. طيب هياخد سلسلة وهروح اشتغل فين? فوق العلامة. فوق السلسلتين بتوع العلامة. هشتغل ايه? عمود. اتنين سلسلة واحد اتنين علشان اكون زاوية جديدة فوق. في نفس الفراغ هو هو عمود كمان. في المكان ده برجع العلامة بتاعتي. اللي هو فين? فوق السلسلتين. سلسلتين الزاوية هم دول مكان الزاوية الجديدة اللي فوق. سلسلة وهروح لاول عمود من المجموعة. واشتغل فوقي عمود. هاخد سلسلة هسيب فراغ وروح اشتغل عمود على الفراغ اللي بعده. سلسلة بسيب فراغ وروح اشتغل عمود وهكزا حتى مصل الى نهاية المجموعة. سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل للعمود الاخير. السلسلة اللي بخدها من فوق. بسيب تحتها فراغ وروح اشتغل في الفراغ اللي بعده. وبكمل لغاية اخر المجموعة. كده خلاص وصلنا لاخر عمودين. اخدت سلسلة من فوق هسيب تحتها عمود وروح للعمود الاخير باشتغل فوقي عمود. طيب وصلنا هنا لمكان الزاود. سلسلتين الزاوية. باخد سلسلة قبل ما اشتغل في السلسلتين واروح اشتغل فيهم ايه? سلسلتين دول الزاوية الجديدة. عمود. اتنين سلسلة واحد اتنين وكمان مرة في نفس الفراغ. بنشيل بقى الماركر او العلامة بتاعتنا هنرجعها تاني بعد ما اشتغل العمود رقم اتنين. كمان عمود. انا اشتغلت سلسل عمود سلسلتين عمود. هرجع العلامة فوق السلسلتين علشان الزاوية اللي فوق. طيب قبل ما اروح اشتغل على العمود الجديد اللي هو التالي ليا هاخد سلسلة مسافة. انا السلسلة دي ما فيش تحتها حاجة سيبها. بس انا كده كده خلاص انا هنا عند الزاوية فما فيش اي مشكلة. هروح بقى الاول عمود بشتغل عمود. وباخد سلسلة هنا هبتدي سيب بقى تحت سلسلة فراغ. هسيب عمود وروح اشتغل عمود. وبقرر ده يا بنات لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. فوق العمود طبعا اللي بيكون فوق السلسلة بسيبه وما اشتغلش فيه. وارجع اروح لغاية السلسلتين. اخر عمود طبعا انا بكون شغالة فيه عمود. باخد بعد منه سلسلة. واروح فوق السلسلتين الزاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود. وارجع العلامة بتاعتي. وباخد سلسلة. واروح اشتغل على اول عمود عمود بعد كده سلسلة اسيب تحتها فراغ واشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل لاخر عمود باخد بعد منه سلسلة وفوق الزاوية اللي هي السلسلتين بتوع الزاوية باشتغل عمود سلسلتين عمود بعد منهم سلسلة واروح اشتغل على الاعمدة اللي جاية اول عمود هيقبلني باشتغل فوقية عمود وبعد كده اسيب سلسلة آآ ااخد سلسلة تحتها بسيب طبعا عمود. آآ سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل لاخر اتنين آآ عمود بلفة من تحت بشتغل فوقهم اتنين عمود بلفة زيهم بالزبط. زي ما ابتديت باتنين عمود ده اختم باتنين عمود بلفهم. وبعد ما هكمل لغاية ما بوصل لنهاية المجموعة دي وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده في نهاية السطر. نبتدي نكمل. اخر حاجة اشتغلتها كانت عمود سلسلة. طيب العمود في نهاية السطر. كده عمود. والعمود الاخير كمان فوقيه عمود. طيب. نرجع تاني نقرر السطر رقم واحد. بشتغل فوق كل فراغ يقابلني غرزة عمود بلفة واحد. بما فيهم طبعا السلاسل. اما سلسلتين الزاوية هشتغل فوقيها كام بقى? هشتغل اتنين عمود. اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة فوق السلسلتين. بخلاف السطر اللي احنا اشتغلناه ده ان انا فوق سلسلتين الزاوية اشتغلت عمود سلسلتين عمود. لكن ما ننساش ان انا اخدت سلسلة قبل العمود وسلسلة بعد العمود. يعني هنا سلسلة وهنا سلسلة. تمام? يعني بمقام الاتنين عمود اللي احنا ايه? ما اشتغلناه دش. سلسلتين ارتفاع. وابتدي فوق كل غرزة بتقبني. بشتغل عمود بلفة واحد. فوق العمودة هو الاول عمود. وزي ما احنا عارفين سلاسل ارتفاع مش محسوبة من العدد. فبالتالي انا بشتغل في الفراغ الاول هو هو يا بنات. تمام? لو بشتغل تلت سلاسل وبحسبهم من العدد فمش هشتغل في الفراغ الاول مرة تانية. العمود التاني فوقية عمود. السلسلة فوقيها عمود. العمود فوقية عمود بلفة. وفوق السلسلة عمود. وهكزا. فوق كل فراغ بيقابلني. فوق العمود عمود. وفوق السلسلة عمود. لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية. عمود على العمود فوق السلسلة كمان عمود عمود على العمود عمود على سلسلة عمود على العمود اللي هو ده طبعا عمود الزاوية الاول اللي كان عندي تحت. هنا وصلت لسلسلتين الزاوية بشيل الماركر. وفوق سلسلتين الزاوية هنا طالما احنا بنشتغل السطر اللي كله اعمدة في فراغاته. فباشتغل فوق الزاوية. اتنين عمود. اتنين سلسلة. اتنين عمود. في نفس الفراغ اللي فوق السلسلتين. يبقى كده واحد. كمان مرة. اتنين. واتنين سلسلة. فاصل. واحد اتنين. وكمان في نفس الفراغ هو هو اتنين عمود بلف. واحد. اتنين. نرجع بس العلامة بتاعتنا. فوق سلسلتين الزاوية. طيب. اعايز اسألكم. سألوا وتجاوب علي. السطر اللي جاي. في السلسلتين دون هنشتغل ايه? كم عمود? هشتغل عمود سلسلتين عمود. لكن ما ننساش اني انا عندي بيكون قبل عمود الزاوية فيه سلسلة. وبعد عمود الزاوية التاني فيه سلسلة. اللي هما بيكونوا مكان العمودين اللي احنا مش يعني ما اشتغلنا همش. طيب. برجع تاني. كل المجموعات اللي بتقابلني فوق كل فراغ بشتغل عمود. هنا ده العمود الاول بيقابلني بشتغل فوق عمود. فوق سلسلة عمود. وهكزا. فوق العمود عمود. فوق سلسلة عمود. لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية اللي فيها العلامة او ماركر بتاعي. بشتغل عمودين سلسلتين عمودين. برجع تاني وقرر عمود فوق كل فراغ. سواء العمود او سلسلة. بشتغل فوقهم عمود بلفة واحد. فوق السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين. هنا اه احنا قلنا عمودين سلسلتين عمودين عشان لو كنتت لغبطة وقلت عمود سلسلتين عمود لا العمود سلسلتين عمود ده بيكون في السطر اللي فيه سلاسل فراغ اللي بيكون عندي عمود وفراغ عمود وفراغ بنشتغل عمود سلسلتين عمود اما السطر اللي فيه اعمدة زي السطر اللي احنا بنشتغله ده فوق سلسلتين الزاوية بيكون عمودين سلسلتين عمودين وبقرر لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة هنا طبعا السطر اللي جاي هيبتدي بعمودين فوق العمودين الاولانيين بعد كده سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية من بوصل لسلسلتين الزاوية اشتغل عمود سلسلتين عمود لكن طبعا احنا هنا العمود الاخير بيكون بعد منه سلسلة بكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة فوق كل فراغ بيقابلني سواء عمود بلفة او سلسلة بشتغل عمود بلفة واحد فوق سلسلتين الزاوية بشتغل عمودين سلسلتين عمودين وبقرر ده حتى نهاية السطر برجع لكم كمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين ده كان تكرار للسطر رقم واحد والسطر اللي تالي لي او القادم لي هبتدي اقرر سطر رقم اتنين. مرة بكرر رقم واحد مرة بكرر رقم اتنين. لغاية ما بوصل لمقاس زاوية الصدر اللي انا محتاجها. طيب الفستان ده عدد الغرز اللي احنا شغلينه ده يا بنات بيبتدي معايا من عمر بيبي حديث الولادة لغاية عمر تلت شهور. ده بس لو انا اشتغلت بخيط ارفع من ده مع حجم ابرة رقم اتنين ونص او تلتة. تمام? هيديك مقاس من بيبي حديث الولادة لعمر تلت شهور. نفس العدد هو هو لكن هيكون الخيط ارفع شوية. ناسا زي الخيط ده. الخيط ده اه بصه مش هتحسه فرق كبير لكن هو ارفع بالفعل. اهو. لو جبت الخيط ده جنب الخيط ده هنبص نلاقي ان فيه فرق فيه صمك الخيط. الخيط دوت اه هو نفس النوع. بس مع اختلاف يعني جزء بسيط من النوع. يعني هو نفس المركة بتاعة الخيط بس اسم النوع نفسه. بيختلف آآ ما بين الرفايع ده والسميك شوية او المتوسط الصمك. تمام? في الخيط ده انا بشتغل بابرة رقم اتنين ونص او تلاتة مليمتر. لكن في الخيط ده انا بشتغل بابرة رقم تلاتة ونص مليمتر. وهعتبر المقاس دوت بنفس عدد الغرز دي بيلدس لغاية ستة شهور. بس بالنسبة لحجم الابرة اللي انا اشتغلت به لهو تلاتة ونص مع صمك الخيط ده. لو اشتغلنا بالرفايع ده هنشتغل باتنين ونص او تلاتة مليمتر. وهيديني مقاس من سن يوم لعمر تلات شهور. تمام يا بنا? طيب ايه هي مقاس زاوية الصدر بالنسبة للفستان دوت بالنسبة للسن اللي احنا او المقاس اللي احنا شغالين عليه تسعة سنتي. سواء هشتغل بالخيط رفايع او بالخيط اللي هو اللي احنا شغالين به المتوسط الصمك ده. هشتغل لغاية ما الزاوية بتاعت توصل تسعة سنتي. طيب الزاوية دي بقسها ازاي? باجي من عند اي زاوية سلاسل زاوية. هبتدي حط المتر بتاعي او المقاس بتاعي من اول السلاسل هنا لغاية ما اوصل للنهاية هنا. لازم المقاس من هنا لهنا طبعا هو المفروض ان انا بارتفع سطور اكتر. اوصل لتسعة سنتي. طيب يا فريدي ان انا يا رمضة دلوقتي وصولت تمانية ونص سنتي. ما فيش مشكلة. طالما نص سنتي بس ما فيش مشكلة احنا ممكن ما تغاضى عنها. ونبتدي خلاص نشتغل الفستان بتاعنا بشكل طبيعي. لكن لو قل معاك سنتي كامل فمش هينفع لها هتشتغل السطر اللي ايه ناقص لك وتكملي التسعة سنتي بتوعي. طيب فرضا انه نوصل معايا لتسعة ونص سنتي. برضك النص سنتي الزيادة مش هيقصر. يعني ناقص او زيادة نص سنتي. دي مش هتعمل معانا فرق كبير يا بنات. او مش هنحس بيها اصلا في المائز. لكن اكتر من كده او اقل من كده فمش هينفع ان احنا ايه نقلل او نزود. خلاص? ايه دي السطر اللي جاي بي نبتدي نشتغل ايه? او العمودين فوقيهم عمودين بعد كده اخد سلسلة تحتها فراغ وبعد كده اشتغل العمود. سلسلة عمود سلسلة عمود وما ننساش ان السلسلة اللي باخدها من فوق بسيب تحتها ايه? فراغ. سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود اخر عمود بيكون طبعا فوق العمود الاخير عندي في المجموعة اللي تحت باخد بعد منه سلسلة اللي هي بتكون مقام العمود رقم اتنين اللي المفروض يكون عندي في الزاوية هروح لسلسلتين الزاوية هنا طالما عندي السطر اللي فيه فراغات زي ما احنا شايفين فبشتغل عمود واحد سلسلتين عمود وبعد العمود الاخير من الزاوية باخد سلسلة اللي بتكون مكان العمود اللي هو ايه يا بنات المفروض التاني اللي انا بشتغله في الزاوية. خلاص? يعني انا بشتغل سلسلة عمود وارجع سلسلتين عمود سلسلة. لكن لو خدنا بالنا ان احنا بنشتغل سلسلة عمود يعني مجموعهم اتنين. بدل العمودين. وبعد كده باخد سلسلتين الزاوية وارجع اشتغل عمود سلسلة. برضك اتنين. يعني كأنهم هم هم العمودين لكن مع اختلاف الشكل بتاع السطر اللي احنا بنشتغل. خلاص? ونرجع نشتغل العمود الاول فوق عمود? طبعا بس بيكون قبله سلسلة. بشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما باوصل للعمود الاخير باخد بعده سلسلة وفوق سلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود وبعديهم سلسلة واقرر بنفس الطريقة حتى نهاية السطر في نهاية السطر اخر عمودين بيكون فوقيهم عمودين زي ما بابتدي السطر بتاعي لازم باختم السطر ايه من الجهة المقابلة لي. السطر اللي بعده فوق كل فراغ بيقابلني ايا ان كان بقى عمود او سلسلة بشتغل فوقية عمود بلفة واحد وبعد كده لما بوصل لسلسلتين الزاوية بشتغل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود في نفس الفراغ اللي فوق العلامة او الماركر بتاعي هقرر السطور الاول والتاني لغاية ما بوصل لان الزاوية بتاعتي بتكون من بداية المكان هنا لغاية ما هوصل تكون تسعة صمتي وزي ما قلنا مع بعض تمانية ونص او تسعة ونص ما فيش مشكلة وصلت لانك تكون معاك تسعة صمتي بالملي ما فيش زيادة ولا ناقص خير وبركة وما فيش اي مشكل لكن اا اكتر زيادة صمتي مش هينفع ولو اقل صمتي برضك مش هينفع يا اما تشتغل السطر اللي تزاودي بيه لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت محتاجه او ما بتشتغليش عشان لو هتزاودي السطر هتلاقي نفسك زبتي صمتي كامل فمش هتزاودي خلاص هي بس اللي ممكن نتحكم فيها هي نص صمتي يا بنات بكمل بقى لغاية ما بوصل للمقاس بتاع اللي هو تسعة صمتي وارجع لكم كامل الفستان مع بعض رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده وصلنا للسطر كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ده رقم سبعة تعالوا بقى نقاس الزاوية بتاعتنا وكمان نقاس نصف دوران الصدر هيكون كام صمتي احنا طبعا بنستخدم الجزء الابيض اللي بيكون معانا في المتر كده من اول الزاوية لنهاية الزاوية للسطر الاخير اللي انا اشتغلته معايا بالزبط تسعة ونص صمتي تمامي بنات اهو يبقى انا كده خلاص مش هعمل تزايد تاني وكان ممكن من السطر اللي فات كمان ان انا وقف التزايد ووقف بس عند السطر اللي فات خلاص بس زي ما قلنا مع بعض ان احنا بنشتغل الفستان يلبس من سنة تلاتة شهور لسنة ستة شهور في بنصف دوران الصدر بردك بنستخدم الجزء الابيض دايما معانا من المقاس من عند الزاوية للزاوية من الزاوية للزاوية عند هنا واحد وعشرين ونص صنطي يعني نقول واحد وعشرين صنطي وهو ده المطلوب لان مش محتاجة اكتر من واحد وعشرين صنطي او اتنين وعشرين صنطي بكتير او يبقى المرحلة اللي بقية لينا بعد ما وصلنا المقاس الزاوية ومقاس نصف دوران الصدر هي ايه دلوقتي هي اننا نكمل بقية الفستان بنشتغل الجزء دوت من الصدر اللي هو طبعا بيكون يعتبر وسط الفستان وبعد كده بشتغل الكورنيش اللي هو الفستان من تحت آآ عندي هنا المكان ده ممكن اشتغله بطريقتين ممكن ان السطر اللي جاي وانا بقفل الاكمام يعني بقفل الزاوية مع بعضها عشان اعمل جزء الاكمام لوحده وجزء الوسط لوحده ممكن اشتغلها بغرزة آآ السطر اللي هو بيكون عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وبعد كده لما بوصل للزاوية بقفلها ايه زي ما احنا عارفين. والطريقة التانية هي ان انا اشتغل فوق كل عمود عمود يعني مش مش بشتغل ايه بطريقة السلاسل. بشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما بوصل للزوايا واقفل تحت القبط او تحت الاكمل. طيب تعالوا نجرب الطريقتين عشان لو حابين تشتغلوا بدي ماشي ولو حابين نشتغل بدي برضك ماشي. ازا انا همشي بنفس طبعا الطريقة او اللي احنا ماشينا عليه للفستان بتاعنا. بمعنى ان السطر اللي جاي. لا دي هزا ولع. السطر اللي جاي انا شدتها زيادة هي كانت شعرية وانا شدتها زيادة. السطر اللي جاي اشتغل سلسلتين ارتفاعنا كنت شغالة سلسلة منهم. هلف شغل الناحية التانية وهامشي بنفس ترتيبة الفستان. ان انا بشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة وهكذا. طيب العمود الاول فوقي عمود بلفة زيه. بسم الله. كده واحد. والعمود التاني كمان فوقي عمود. وباخد سلسلة. هنا بقى هسيب تحت سلسلة عمود واروح للعمود اللي بعده. واجغل فوقي عمود. سلسلة نسيب تحتها فراغ وانا روح نجغل العمود في الفراغ اللي بعده. سلسلة عمود في الفراغ التالي. طبعا نسيب تحت فراغ تحت السلسلة خلاص ريدي التلقائي انا بسيب سلسلة عشان ايه ما يبضلش اقول معكم نسيب وما نسيبش كده. تمام? اخد السلسلة سيب فراغ بروح ايه للعمود اللي بعدها التالي لها. اشتغل عمود وهكذا. سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل للزاوية. بنكمل حتى نصل الى اول زاوية بتقابلني. روح اشتغل على اخر عمود. طيب انا كده يا بنات اشتغلت اه الفستان او الجزء دوت من الفستان وانا بقفل تحت الابط اشتغلته بالسطر اللي هو بيكون سلسلة عمود سلسلة وهكذا. هنا دي عندي الزاوية. تمام? مفروض ان داخل الزاوية. طبعا انا هنا هاخد سلسل. هروح اشتغل عمود في الزاوية. بس المرة دي مش هشتغل سلسلتين وعمود كمان. لا. هتعملي ايه طيب تاعاتي. انا عندي دلوقتي دي اول زاوية. الزاوية اللي بعدها طبعا فيه قبل منها ايه? مجموعة اعمل. هسيب كل الاعمدة دي. وابتدي اضم الزاويتين على بعض. طبعا فيه جزء من الشغل للداخل وجزء ايه? للخارج. هروح ليه الزاوية التانية. واروح اشتغل فيها عمود. ومش هلتش لسه المركر بس عشان ايه? تركزوا معي. كده انا قفلت خلاص تحت ايه? القبط. انا هاخد سلسلة. واروح اشتغل فوق. اول عمود بيقابلني عمود بلفة. وارجع سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل للعمود الاخير وبعد كده باخد سلسلة وهنا هشتغل عمود وبعد كده بابتدي ان انا اضم المكان ده على المكان ده الزاوية دي على الزاوية دي. واروح اشتغل في الزاوية التانية عمود. وبكمل زي ما احنا شفنا مع بعض. باخد سلسلة وبعد كده بشتغل على العمود الاول اللي بيقابلني عمود وبعد كده سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود في نهاية السطر بشتغل عمودين على اخر عمودين. الكلام ده لو انا هشتغل ايه زي ما احنا شايفين بص هنا كده? لو اشتغلت بالشكل ده. انا كده قفلت ايه? وسط الفستان وبعد كده هبتدي اشتغل الجزء اللي تحت اللي احنا بنعتبره الكرنيش او الكرنيش بتاعي. طيب دي الطريقة الاولى. لو انت حابة تشتغل السطر دوت بالشكل ده. هي اختيار يا بنات على فكرة. طيب الطريقة التانية هي ايه دلوقتي? اني ارجع كل ده معلش. عفوا سامحوني. بس هنسيب اخر عمودين. وكده كده احنا فكنا واحد منه. طيب. بداية هتكون سلسلتين الارتفاع كما احنا اشتغلنا. يعني كما كنا. تمام? العمود التاني فوقي عمود. هنا بقى انا مش هاخد سلاسل واعمدة. لا انا هشتغل فوق كل عمود عمود. يعني كل عمود بيقابلني بشتغل فوقي عمود بلفة واحدة. احنا عارفنا الطريقة الاولى والطريقة التانية. الطريقة التانية هتكون فيها اختلاف بسيط. ان الطريقة الاولى اللي احنا اشتغلناها لو هتشتغلي عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. هبتدي بعد بعد السطر اللي انا اشتغلته دوت وقثلت بيه مباشرة هبتدي اعمل الكرانيش اللي موجودة عندي الفلفزتين. اما في الطريقة دي فانا كده اشتغلت السطر الاخير والسطر ده كمان هقفل بيه وبعد منه كمان بشتغل سطر تاني وببتدي اشتغل الفق الكارنيش بتاعتي. تمام? فوق كل عمود. عمود لغاية ما بوصل ايه? لسلسلتين الزاوية. كده خلاص وصلنا لاخر عمودين قبل الزاوية. طيب. كده خلاص انا مش محتاجة العلامات او المركر بتاعي. شكرا ليكم. في المرحلة دي كده وصلت للسلسلتين. انا طبعا اشتغلت فوق كل عمود بيقابلني عمود بلفة واحد. تمام? هنروح بقى للسلسلتين باشتغل فوقها عمود بلفة واحد. وبردك زي ما عملنا فيه الطريقة الاولى هي هي اللي بعمله في الطريقة التانية. شكرا. ايه هنا انا عندي الزاوية دي اشتغلت فوقها عمود. هروح بقى للزاوية التانية بضمها بالشكل ده. واشتغل بردك فوقيها عمود. ممكن اشتغل بص يا بنات من الوجهة دي او من الوجهة دي. بس طبعا احنا شغالين على الوش ده. طيب هنبتدي نعمل ايه تاني? انا كده خلاص قفلت تحت القيبط. وكل شغلي اعمدة زي ما احنا شايفين. مفيش اي مشكلة بنفس الطريقة فوق كل عمود دي اقبني. بشتغل عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل للزاوية الباقي اللي هي طبعا رقم تلاتة. برجعت لكم تاني كده خلاص وصلنا للزاوية. رقم تلاتة. بنجمعها مع زاوية رقم اربعة. داخل السلسلتين. بشتغل عمود. هروح للزاوية الاخيرة. وبشتغل بداخل السلسلتين عمود. خلاص. ونهاية السطر ببتدي بشتغل فوق كل عمود بيقابلني. عمود بلفة زي. طيب السطر اللي جاي بيكون هو هو نفس السطر ده. هشتغل سلسلتين وفوق كل عمود عمود لغاية ايه ما بوصل لمكان الزاوية. كده زي ما احنا شايفين وصلت لنهاية السطر بداية السطر سلسلتين وليف شغل الناحية التانية وفوق كل عمود بشتغل عمود بلفة. طيب هتسألوني لما نوصل لمكان تحت الابد هشتغل ازاي? انها هشتغل فوق كل عمودة ما ليش علاقة خلاص بتحت الابد. يعني بشتغل عمود 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 لغاية ما بوصل للعمود اللي هو عندي هنا في الزاوية دي بشتغل عليه عمود. والعمود اللي في الزاوية التانية بشتغل عمود وبكمل السطر بتاعي كله لان انا هنا زي ما احنا شايفين. ماشية على مجموعة غرز. عندي شكل ايه? فوق كل غرزة. حرف الفي الخاص بيها او الضلعين الامامي والخلف الخاص بكل غرزة بشتغل. يعني الاتجاه اللي هو داخل الشغل ده انا مليش علاقة بي. انا بشتغل على كل غرزة غرزة زيها. بكمل بقى السطر بتاعي كل عمود على كل عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر ورجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في المرحلة الجاية نبتدي نقفل الفستان. طيب. بص يا بنا. انا كان ممكن نقفل الفستان من المرحلة اللي هي طبعا اخر سطر اشتغلته بالاعمدة اللي هو كان بعد العمود سلسلة عمود. في السطر ده في نهايته هعمل نفس الخطوة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. يعني طبعا هي اختياري بردك ليكم انكم تقفلوا في المرحلة اللي بعد طبعا ما وصلنا المقاسي الزاوية. قبل ما ببتدي السطر الجديد بالطريقتين طبعا اللي احنا شرحناهم سواء بطريقة السلسلة عمود سلسلة او بطريقة الاعمدة في المرحلة دي في بداية السطر هعمل نفس الخطوة هنعملها هنا. هجيب. طبعا عندي اهو الصدر الفستان. الشكل ده. هو مفروض طبعا ان انا كنت اعملها زي ما قلنا مع بعض في نهاية يعني بصوا السطر اللي احنا ابتديناه مع بعض ده الاعمدة. كنت مفروض قبل ما ابتديه كنت اقفل في السطر ده. تمام? بس انا حبيت ان انا ادي اتساع في المكان ده بحيس ان احنا لو حابين نحط ازرار فما فيش اي مشكلة. هي ديكي كمان ايه? راحة بالنسبة للفستان. لكن لو عاوزة تقفلي في السطر الاخير اللي احنا اشتغلناه قبل ما نقفل الجوانب ما فيش بردك اي مشكلة. قبل ما ابتدي السطر بتاعي بجيب بداية السطر ادخل تحت حرف الفي تحت الضلعين الامامي خلف الفرانطلو والباكلو وبسحب خيطه بخرج من تحتهم وتحت الحلقة العنزة الابرة بغرزة منزلك. انا اصبح كده قفلت المكان ده يعني قفلت الفستان بتاعي خلاص وبقى معي كل دوران واحد. خلاص? يعني زي ما قلنا مع بعض. يا اما اقفل في السطر ده او اقفل في السطر اللي احنا مقفين فيها بنات. السطر الجديد لازم ارجع تاني اشتغل عمود سلسلة عمود. تمام? والمرحلة اللي احنا قلنا طبعا عليها ان انا لو بشتغل السطر اللي هو. بصوص احنا انا وصلت معكم ابتديت معكم تاني من اول وجديد بعد ما خلص الزاوية بعد ما خلص السطر ده. يعني اشتغلت معكم السطر ده والسطر ده. وقلنا السطر اللي فات لو هشتغلو عمود سلسلة عمود فبعد منه على طول بابتدي اشتغل ايه الجزء الاخير من الفستان. في الطريقة التانية انا اشتغلت السطر ده والسطر ده ورجعت هبتدي بقى اشتغل تاني عمود سلسلة عمود وبعد كده ببتدي اشتغل باقي الفستان. واحد اتنين سلسلة وفي نفس الفراغ هو هو اللي قفلت فيه بمنزلقة ورتفعت في السلسلتين بشتغل اول عمود بيقى بيني. هنا انا بقى مش اشتغل عمودين وارجع اشتغل عمود سلسلة عمود. لا انا من اول فراغ بيقى بيني بشتغل عمود وبياخد سلسلة. هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ بعد واشتغل عمود. سلسلة نسيب تحت سلسلة فراغ ونشتغل عمود. سلسلة والساطر بتاعي كله خلاص بص يا بناتة انا بشتغل على ايه? جزء دائري مقفوض. دايرة مغلقة. خلاص. عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. عدد الغرز انا مش محدده هينفع معي انه عمود سلسلة عمود ولا لا هيختم معي بسلسلة ولا لا لا انا بس ايه برتب الموضوع دوت زي ما احنا ماشيين. هنمشي لغاية النهاية عمود سلسلة عمود وهشوف معكم هنختم بايه? ونرتب طبعا الشغل مع بعض. رجع تلكم تاني زي ما احنا شايفين. طبعا انا قبل ما اوصل لنهاية السطر كان لازم ارجع معاكم تاني لان السطر اللي جاي مفروض ان انا محتاج عدد غرز يقبل الاسم على اربعتاشر. تمام يا بنات? فبالتالي لازم ان عدد الفراغات اللي عندي يكونوا يقبلوا الاسم على اربعتاشر. وقت اكيد طبعا احنا مش شغلين بالعدد ده من البداية. فبالتالي لازم ان احنا نزبط الغرز زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض. هنه نبتدي نعدي الغرز بتاعتنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. وبفضل اعدة اربعتاشر اربعتاشر لغاية ما بوصل لنهاية السطر. تاني بقرر واحد اتنين تلاتة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تاشر. طيب. تعالوا بقا نشوف عدد الغرز اللي تحت هيقبل الاسم هيكفي معي اربعة اشر ولا لا? كده انا هنا دي اربعة تاشر حتى سلسلة كمان هفكها. نبتدي نشوف واحد اتنين تلتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتنا عشر تلاتاشر اربعة تاشر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تسع عشر احداشر اتنصر تلتاشر اربعتاشر يعني انا محتاجة ست غرز زيادة. تمام? كيف? بصوا بقى. محتاج ان انا من الغرز اللي تحت دي في ستة منهم هشتغل عليها مرتين. هنا هاخد سلسلة. لكن من تحت مش هسيب الفراغ. هروح للفراغ اللي بعده على طول. يعني انا اشتغلت العمود ده هروح للعمود اللي بعده على طول واشتغل عمود. يبقى ده اول عمود انا زودته. سلسلة هسيب تحت فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود. سلسلة مش هنسيب تحتها فراغ وروح للعمود على طول اللي تحتيها واشتغل عمود. ده تاني مرة بزود. سلسلة هسيب فراغ واشتغل في الفراغ اللي بعده عمود. سلسلة مش هسيب فراغ تحتها. هشتغل تحتها على طول عمود. ودي تالت عمود احنا محتاجين نزوده. سلسلة بسيب فراغ واشتغل عمود. سلسلة من فوق مش هسيب تحتها فراغ لكن هشتغل على طول. يبقى ده رابع مرة بعمل تزايد. سلسلة هسيب فراغ وروح اشتغل عمود. سلسلة نسيب فراغ ونشتغل عمود. سلسلة هنا مش هسيب فراغ واشتغل على طول العمود بتاعي. يبقى كده خامس مرة بعمل تزايد. سلسلة هسيب فراغ واشتغل عمود. سلسلة بسيب فراغ واشتغل عمود. سلسلة مش هسيب الفراغ اللي تحتها هشتغل عمود. يبقى كده ده رقم ستة. سلسلة هسيب فراغ وروح اشتغل العمود. الاخير لأ انا مش عايزة هنا نختم بعمود. طيب احنا ممكن ايه الجزء الاخير ده. بص يا بنات هرجع معيش السلسلة دي وهرجع العمود كمان اللي انا اشتغلته على طول في الفراغ ده. لتحت السلسلة. تحت السلسلة هسيب فراغ وروح اشتغل عمود. البقيل هنا عمود واحد هاخد فوقيه سلسلة. خلاص انا كده قفلت الشغل بتاعي ومش باين طبعا الطريقة اللي انا اضفت بيها الغرز بتاعتي. قفلت عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. لكن في نفس الوقت ختمت الجزء الاخير بتاعي بعدد يقبل الاسمة على اربعتاشر غرزة وهي اللي هشكل عليها الشكل بتاع الفستان القادر. اللي هو طبعا الشكل اللي احنا ايه هنأسسه للفستان من تحت. نبتدي بقى نقفل السطر بتاعنا. والسطر اللي جاي هنشتغل عليه مرتين. يعني ايه مرتين? يعني هشتغل مرة على الحلقة الامامية. ومرة على الحلقة الخلفية. بروح لأول غرزة اشتغلتها. وبسحب الخيط وبخرج منها. والحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة مندرج. هسحب الخيط. الشكل ده وهسيب مسافة حوالي كده عشر اخمستاشر سنتين. مسافة بس تسمح لاننا نلضم الخيط دوت في ابرة التنظيف. وبعد كده ببتدي ايه? انا اضفه خلف الشغل. اللون الابيض انا طبعا ايه? لما وصل للمرحلة اللي بعد كده هبتدي اسحابه تاني. طيب الخيط ده خلاص هنسيبه في الداخل. وفي نهاية فستاننا خالص نبتدي ايه? ان احنا ننظف. ايه زي ما قلنا مع بعض. السطر اللي جاي هشتغل باللون المختلف. يعني احنا هنعمل فستاننا بلونين وممكن تلاتة وممكن اربعة وممكن زي ما احنا عايزين كل المرحلة تعمليها بلون مختلف. لكن طبعا هنبتدي الفستان بتاعنا بلون واحد. ايه احنا ممكن نستخدم اللون اللي هو البنافسج ده الكشمير الفاتح شوية. هو ما بين البنافسج ما بين الكشمير يا بنات. زي ما احنا شايفين الدرجة بتاعته. هو رايب جدا من البنافسج لكن مدي برضا الدرجة من الالوان الكشميري. او ناخد اللون البصلي. تعالوا ناخد البصلي واللون اللي بصراحة اللوني حلوين قوي. بس خلينا نشتغل باللون البصلي. دي اسيب مسافة بسيطة من الخيط وممكن اسيب عشرة خمساشر سنتي بردك وبابرة التنظيف في نهاية الشغل بردك بنظف. في البداية هبتدي اشتغل اللي هو الجزء اللي بيكون واضح في وش الفستان. لان انا عندي طبقتين. طبقة بتكون اللي هي الكورنيش اللي بيباين ليا برا. والطبقة الداخلية اللي هي اللي بيكون تحت الكورنيش. بقفل بقى عقدة البداية. وابتدي. تعالوا نشتغل. تعالوا نشتغل الطبقة بتاعتي على طول. هنا معي على الابرة حلقة. انا محتاجة اشتغل عمود بلفة في البداية. هلف الخيط بقوا حلقتين. هدخل هنا اول عمود عندي اهو باخد الحلقة الامية منه بس. الفران طلوب بس. حلقة من الحلقة. اصحب خيط واخرج معي كده على الابرة واحد اتنين تلات حلقات بسحب الخيط بخرج من حلقتين. اتبقوا اتنين بسحب الخيط وبخرج من. خلاص يا بنات. هاخد معايا كده في خيط البداية في الخلف. السلسلة اللي بعد مني هبتدى اشتغل عليها ايه? عمود. هاخد بردك منها الحلقة الامامية. الفرانطلوب. ومعايا كمان خيط البداية هو باخفيه معايا. باشتغل عمود. والعمود اللي جاي كمان باشتغل فوق ايه عمود. بس في الحلقة ايه? الامامية. عفوا ازا كنت قلت الخلفية سمحون يا بات. بس نشتغل على الحلقة الامامية. الخلفية هنشتغلها ايه بعد من خلص الشكل بتاعنا ده? انا كل شغلي هنا اشتغلت على ايه? على الحلقات الامامية. الحلقات الخلفية كلها عندي ايه في الخلف. بصوا لما شد الخيط ده واميل الشغل كده. عندي ايه? الحلقة الخلفية للغرزة الاولى. الحلقة الخلفية للغرزة رقم اتنين. الحلقة الخلفية للغرزة رقم تلاتة. وسطر كله دوت باللون الجديد. هبتدى اشتغله فين على الحلقة الامامية. والحلقة الخلفية هنشتغل عليها بعد من خلص المرحلة اللي هي طبعا وش الفوس تاني. طيب. خيط ده خلاص انا مش محتاجة منه اي حاجة. هبتدي اخد خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خلاص الخيط دوت ايه? هبقى اسحبه من الداخل. بصوا كمان دلوقتي نسحبه. عند العمود الاخير اللي انا اشتغلته. بالشكل ده. اشتغلت خمسة سلسلة. هنروح فين بقى بعد الخمسة سلسلة. وكل شغلي في السطر ده بنات بقرر كلامي باشتغله فيه الحلقة الامامية الفرانت لوب بس. هسيب سلسلة عمود سلسلة واروح للعمود اللي بعد منهم باخد الحلقة الامامية الفرانت لوب. واشغل غرزة حشو. معي حلقة دخلت الحلقة الامامية اسحب الخيط واخرج منها بقى معي حلقتين باسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنا هلف الخيط على الابرة بس من تحت بسيب سلسلة عمود سلسلة. وفي العمود اللي بعد منهم ببتدى اشتغل عمود. والسلسلة فوقها عمود. كل ده في الفرانت لوب في الحلقة الامامية يا بنات. والعمود اللي بعدهم عمود. كده انا خلصت مجموعة من المجموعات بتاعتنا اللي هي طبعا اشتغلناهم على اربعتاشر غرزة تعالوا نعد مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر طلعتاشر والسلسلة اللي جاي هي اللي هتكون رقم اربعتاشر باخد سلسلة بعد التلاتة عمود دول وبسيب السلسلة تحتها. تاني برجع اقرر. هسيب السلسلة تحت السلسلة. نبتدي بقى العمود اللي بعدها بشتغل عمود. والسلسلة اللي بعده عمود. شغلك في الفرانت لوب في الحلقة الامامية. والعمود اللي بعده عمود. خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا هنشتغل غرزة حشو بس قبل ما اشتغل غرزة حشو بسيب سلسلة عمود سلسلة واروح للعمود اللي بعدهم واشغل غرزة حشو. خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بالفي الخطعة الابرة. طبعا تحت الخمسة سلسلة بسيب سلسلة عمود سلسلة واروح اشتغل اول عمود من التلاتة عمود. كده عمود. والفراغ اللي بعده فوق سلسلة عمود. والعمود اللي بعده فوقي عمود. ومش بدخل تحت حرف الدي كامل يا بنا. تبدخل في الحالة الامامية بس. هياخد سلسلة وسيب تحتها فراغ وارجع اقرر. نفس اللي احنا اشتغلناه. يعني انا كل مجموع عندي بتختم في السلسلة. اللي بعد اخر تلاتة عمود. يعني تلاتة عمود. خمسة سلسلة. حشو. خمسة سلسلة. تلاتة عمود. سلسلة. وارجع تاني اقرر. تلاتة عمود خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة تلاتة عمود سلسلة. ونكرر دوت لغاية ما نوصل لنهاية السطر. بصوا يا بنات. شغلي بيبرز لي الحلقة الخلفية وطبعا الحلقة الخلفية دي بنشتغل عليها بنفس اللون لكن في المرحلة اللي بعد ما بخلص وش الفستان اللي هي طبعا الكورنيش اللي بيكون في وش الفستان. هكمل السطر ده بنفس الطريقة وارجع لكم كامل السطر الجديد. رجعت لكم تاني كده خلاص في نهاية السطر اخر حاجة اشتغلتها كانت سلسلة. سلسلة طبعا بنسيب تحتها فراغ اللي هي سلسلة الاخيرة عندي. وهروح لأول عمود اشتغلته وبقفل فوقيه بغرزة منزلك. طيب كده خلاص السطر بتاعي خلص وختم بايه? ختم بسلسلة اللي بيكون ما بين كل تلاتة عمود وتلاتة عمود. فوق التلاتة عمود بشتغل تلاتة عمود زيهم بالزبط واحد اتنين سلسلة وهعتبر ان دول سلاسل ارتفاع فوق الفراغ الاول. هنا بشتغل عادي بقى بنات تحت حرف الفي كامل. فوق الغرزة بشكل طبيعي. عمود. والعمود التاني فوقيه عمود. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. العمود التالت كمان فوقيه عمود. طيب هنا خلصنا فوق التلاتة عمود تلاتة عمود زيهم بالزبط. وصلنا لمكان الخمسة سلسلة. فوق الخمسة سلسلة دول هشتغل تلاتة سلسلة بس. واحد اتنين تلاتة. هعد من السلاسل الخمسة واحد اتنين ورقم تلاتة. برفع الحلقة الامامية بالشكل ده. ونزلها تحت الابرة واشتغل على الحلقة الخلفية والمطب. غرزة حشو. هنسيب سلسلتين والحشو واخد تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. زي ما قلنا مع بعض هسيب سلسلتين وغرزة حشو. واسيب سلسلتين وفي رقم تلاتة بشغل غرزة حشو. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وارجع على التلاتة عمود. تلاتة عمود زيهم بالزلط. واحد. اتنين. تلاتة. السلسلة اللي كانت بتكون معايا بعد المجموع هشتغل فوقها سلسلتين. واحد اتنين. تاني برجع اقرر نفس الخطوة. بص يا بنات بقى انا عندي الشكل ببدأ يختلف. تلاتة عمود فوق التلاتة عمود. هنا كان فراغين السلاسل اتنين بس هنا بقى عندي. كان تلاتة واحد اتنين. تلات فراغات بدل اتنين. ليه? لان انا اشتغلنا فوق الخمسة سلسلة. تلاتة سلسلة وعلكده حشو. تلاتة سلسلة حشو. تلاتة سلسلة وروحنا فوق التلاتة عمود اشتغلنا التلاتة عمود. السلسلة اللي هي كانت فاصل ما بين كل مجموعة ومجموعة اصبح فوق ايها سلسلتين. تاني برجع اقرر. فوق التلاتة عمود. تلاتة عمود. اتنين. تلاتة. الخمس سلاسل بيبقى فوقيها ايه بنات? تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. ممكن اشتغل عالسلسلة رقم تلاتة على طول او من فوق السلاسل بشغل حشو. بشكل طبيعي جدا وسهد. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهروح للسلسل الخامسة اللي بعدين. من فوقيها كده بشغل ورزة حشو. كمان مرة اللي هي رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفوق التلاتة عمود بشتغل تلاتة عمود زيه. واحد اتنين تلتة. طيب سلسلة اللي ما بين كل مجموعة ومجموعة دي سلسلة دي باخد فوقها سلسلتين. واحد اتنين. وهكرر حتى نهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر اخر حاجة اشتغناها كانت السلسلتين. بروح للتلاتة عمود. فوق التلاتة عمود زي ما احنا تلاتة عمود. بقى بس في البداية. سلسلتين ارتفاع وتلاتة عمود فوق تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. طيب السطر ده المرحلة اللي هي فوق السلاسل فوق الفراغات التلاتة دول عايزين عايزين نخليها تاني تلاتة. بدل ما بشتغل تلاتة سلسلة هشتغل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هسيب التلات سلاسل الاولى وهسيب الحشب واروح للتلات سلاسل الرقم اتنين الفراغ رقم اتنين من فوقيه بشغل غرزة حشو. بعد كده هاخد خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط مباشرة هسيب الفراغ التاني واروح للتلاتة عمود على طول واشغل تلاتة عمود فوقيه. واحد اتنين تلاتة. احنا زي ما احنا شايفين كده المرحلة بتاعتي هنا اهي تلاتة عمود فوق التلاتة عمود خمسة سلسلة حشو على الفراغ اللي في المنتصف التلاتة يعني هنا عندي واحد اتنين تلاتة لأ الفراغ في المنتصف اشتغلت فوقيه حشب خمسة سلسلة سبت الفراغ الاخير واروح تشتغلت فوق التلاتة عمود تلاتة عمود زيه. طيب فوق سلسلتين اللي هما ما بين كل مجموعة ومجموعة. فوق السلسلتين دول هاشتغل خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبراجع تاني اقرر. تلاتة عمود خمسة سلسلة. حشوف الفراغل في المتصف خمسة سلسلة تلاتة عمود. فوق سلسلتين خمسة سلسلة. وبقرر حتى نهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. اخر حاجة اشتغلناها كانت الخمسة سلسلة. بنروح بقى الاول تلاتة عمود. فوق اول عمود منهم. لنقفل بغرزة منزلقة. ونشتغل فوق التلاتة عمود تلاتة عمود سلسلتين ارتفاع وفوق الاول عمود. عمود التاني عمود. والعمود رقم تلاتة عمود. طيب نرجع تاني فاكرين بقى السطر القبل اللي فات اللي هو كان تلات سلاسل حشو تلات سلاسل حشو تلات سلاسل وبنكمل. لأ هنا هشتغل سلسلتين. هروح فوق الخمس سلاسل من منتصف كده بشغل غرزة حشو. سلسلتين. ونروح فوق السلاسل اللي بعده هم نشغل حشو. سلسلتين وهروح فوق التلاتة عمود واشتغل تلاتة عمود بلفة. واحد. نين. طيب. تعالوا بقى فوق الخمس سلاسل اللي في المنتصف. هنا انا هبتدي الجزء ده. احنا طبعا لو ناخد بالنا هنبص نلاقي ان هي ابتدت تضم على بعضها. لكن انا محتاجة افتح المكان ده. ان انا افتح وردة في المكان ده. سلسلتين. حليصة الخيطة على الابرة. من السلاسل الخمسة اللي عندي تحت واحد اتنين بسيبهم رقم تلاتة باشتغل فوقيها. اهي. عمود. تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وكمان مرة في نفس الفرق هو هو كمان عمود. علشان نروح اشتغل على التلات سلاسل اللي جايين قبليهم سلسلتين. يعني زي ما اخدت قبل العمود تلات سلاسل عمود سلسلتين باخد بعضهم سلسلتين. فوق التلاتة عمود تلاتة عمود. واحد. اتنين تلاتة. تاني برجع قرر. هنا عندي خمسة حشو خمسة. لا. سلسلتين حشو سلسلتين حشو سلسلتين وفوق التلاتة عمود تلاتة عمود وفوق الخمسة سلسلة زي ما احنا اشتغلنا الجزئية دي بالزبط باشتغل باشتغل سلسلتين عمود على سلسلة في المنتصف رقم تلاتة. بعد كده تلت سلاسل وفي نفس الفراغ هو هو كمان عمود. بعد كده باخد سلسلتين. واروح اشتغل ايه يا بنات بروح اشتغل على التلاتة عمود تلاتة عمود. هنبص نلاقي زي ما احنا شايفين. الجزء اللي هو عندي هنا ده شكل الاناناسة بتتقفل من هنا لكن بتفتح لي زهرة في المكان اللي بعده. اكمل السطر كله وارجع لكم اكمل مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين بقى احنا كده جبنا وش الفستان وتبتدي الغرزة بتاعتنا توضح والبان بالشكل ده. لكن طبعا لسه مش هدين غير لما نخلص المرحلة بتاعتنا. وهنعرف بردك في المراحل اللي جاية ازاي بنعمل التزايد لغاية ما بنوصل لطول الفستان. وكمان هنعرف ازاي نشتغل على الطبقة الداخلية من الفستان بتاعنا. طيب هنا اخر حاجة اشتغلتها كانت عمود آآ سلسلتين. وفوق السلسلة رقم تلاتة في خمس سلاسة اللي تحت اشتغلت عمود تلات سلاسل عمود في نفس الفراغ. سلسلتين. وهنوح بقى بعد كده لأول عمود اشتغلناه في السطر بتاعنا نقفل بغرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين. فوق التلاتة عمود تلاتة عمود. بمعنى اني باختفع سلسلتين. وعمود فوق كل عمود بيقابني. عمود عمود عمود. طيب. هنا عندي طلت فراغات. فيهم سلسلتين حش وسلسلتين حش وسلسلتين. فوق الفراغ الاول مش هشتغل فوق الفراغ الاخير مش هشتغل. هشتغل بس فوق الفراغ الايه في المنتصف. برجع بكرر الخطوة لسطر القبل اللي فات. بس مش هشتغل خمسة سلسلة فوقيهم. لا هشتغل تلاتة بس واحد اتنين تلاتة. هسيب الفراغ الاول وراح الفراغ رقم اتنين وبشغل غرزة حشو. تلاتة سلسلة. وهلف الخيط على طول على الابرة عشان اشتغل عمود بلفة. هسيب الفراغ الاخير واروح فوق تلاتة عمود بشتغل تلاتة عمود ايه? زيهم. واحد. اتنين. طيب. هنا عندي في المكان اللي بفتح فيه زهرة جديدة. هنا السلسلتين في اهم سلسلتين زيهم بالزبط. تمام? هلف الخيط على الابرة. هسيب السلسلتين تحت السلسلتين. هسيب العمود الاول واروح فوق السلاسل التلاتة اشتغل سبع عمود بلفة وهنسيب العمود الاخير كمان. يعني بس بشتغل فوق التلات سلاسل. سبع عمود في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم ستة. وسبعة. خلصنا السبع عمود في الفراغل في المنتصف. ما بين العمودين فوق التلات سلاسل باخد سلسلتين فوق السلسلتين وهسيبهم. يعني بسيب السلسلتين وطبعا تنسبنا العمود الاخير كمان من تحت. فوق التلاتة عمود بارجع تاني اقرر بقى. عمود عمود عمود. كده عمود. اتنين. تلاتة على السلاسل باخد تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة هروح للسلاسل اللي في المنتصف يعني بسيب الفراغ الاول والاخير وفي المنتصف بس بشتغل غرزة حشو. تلاتة سلسلة. وعال تلاتة عمود. تلاتة عمود زيهم. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين فوق السلسلتين. سبع عمود فوق التلات سلاسل سلسلتين. وبفضل اقرر بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين. بص يا بنادي. طبعا الشكل بدأ يوضح معي. الجزء ده يبتدي يتقفل اللي هو ما بين التلاتة عمود والتلاتة عمود. هنا قفلنا الجزء ده اهو. يبتدي المكان اللي فيه الشبكة بتاعت الاناسة دي او الظهرة دي. بتقفل. وعندي المكان اللي ما بين التلاتة عمود دول والتلاتة عمود دول. بتبتدي تفتح ايه الظهرة بتاعتنا زي ما احنا شايفنا. بكامل بقى حتى نهاية السطر بنفس الطريقة. في نهاية السطر بنبتدي نروح نشتغل غرزة منزلقة. فوق اول غرزة عمود اشتغلناها. زي ما احنا بنات. فوق التلاتة عمود اللي بنبتدي بيهم تلاتة عمود زيهم بالزبط. عمود. 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 طيب. هنا بقى فوق التلاتة سلسلة. حشو. تلاتة سلسلة هاخد سلسلة واحدة بس. وهسيب التلاتة سلسلة والحشو والتلاتة سلسلة. واروح للتلاتة عمود اللي جايين. هاشتغل فوقيهم ايه? تلاتة عمود. زي ما احنا شايفين كده واحد. اتنين. تلاتة. زي ما احنا شايفين انا كده قفلت ايه الجزئية دي بالشكل بقى هون. شايفين? خلص انا قفلت المكان ده. عندي هنا شكل الاناناسة دي انا قفلت خلاص ايه الجزئية بتاعتها من فوق. او انا لسه في المكان ده هشتغل السطر اللي جاي كمان لكن احنا بالشكل ده قفلنا ايه مكان السلسل ده خالص. طيب هنا فوق سلسلتين. سلسلتين احنا طبعا بنقفل هنا ونفتح هنا. سلسلتين في يوم سلسلتين. زي يوم بالزبط. هنا عندي سبع عمود. بشتغل عمود سلسلتين عمود سلسلتين يعني يعني بشتغل سبع عمود فوق السبع عمود لكن ما بين كل العمود وعمود باخد سلسلتين مسلا. فوق العمود الاول عمود. اتنين سلسلة واحد اتنين. والعمود اللي بعده. عمود سلسلتين واحد اتنين وعمود رقم تلاتة. اتنين سلسلة رابع عمود. سلسلتين خمسة. سلسلتين عمود رقم ستة. سلسلتين العمود رقم سبعة. وبعد العمود رقم سبعة فوق السلسلتين باخد سلسلتين. تاني بارجع اقرر. فوق التلاتة عمود تلاتة عمود زي واحد. اتنين. تلاتة. فوق المكان ده كله باخد سلسلة واحدة بس ولف الخيط على الابرة بسيب التلات سلاسل لحشو التلات سلاسل فوق التلات عمود بشتغل. تلاتة عمود زيه. واحد. تلاتة وبرجع بقى قرر سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين نغاية ما بخلص سبع عمود بعد كل عمود بياخد سلسلتين مسافة بص يا بنات الشكل بيكون معايا ايه? طحفة طحفة وفستان مميز جدا وجميل وموديل جديد كمان. بكمل السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نشتغل السطر اللي جاي. رجعت لكم تاني في نهاية السطر كده بقلنا السطر الاخير وبعد كده بنتدي نشتغل على المرحلة الداخلية من المرحلة دي. هروح لأول غرزة اشتغلتها. بقى في الفوقيها بغرزة منزل. طيب. المجموعة الاولى اللي بتقبلني اللي هما تلاتة عمود وسلسلة وتلاتة عمود هتدي اشتغل عليهم بالشكل معين. عايزة اضمهم كخلاص كلهم في غرزة واحدة من فوق. هشتغل على اول عمودين واخر عمودين. اما الاعمدال في المنتصف اللي هو العمود رقم تلاتة والعمود رقم واحد من المجموعة التانية. هسيبهم تجهلهم تماما. وهسيب كمان السلسلة في المنتصف بنتجاه العمود سلسلة عمود. بالاضافة باني حتى كمان الاعمدة اللي هشتغلها بتكون كلها في حلقة واحدة من فوق. يعني بعمل تناقص سلسلتين وهتزي بقى اعمل تناقص على اول عمودين واخر عمودين مع بعض. ازاي بعمل دوت بيكون عندي على الابرة حلقة. بلف لفة واحدة. بادخل فراغي الاول. هسحب الخيط وبخرج. معي كده على الابرة الحلقة الاساسية وحلقتين هسيب الحلقة الاساسية وهخرج بس من الحلقتين. بلف الخيط واخرج من الحلقتين. هلف الخيط مرة تانية. هدخل العمود رقم اتنين. اسحب الخيط واخرج. بسحب الخيط واخرج من حلقتين منه. واحد اتنين. وخلي الحلقة الاخيرة معي على الابرة. كده اشتغلت العمودين اللي في الاول لغاية نصهم وباقت الحلقات بتاعتهم موجودة معي على الابرة. هلف الخيط على الابرة. هسيب اخر عمود وهسيب السلسلة واول عمود من المجموعة اللي بعدها واروح للعمود رقم اتنين. ادخل اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة منه. كمان العمود اللي بعده بلف الخيط بدخل فراغي. اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة. اصبح معي حلقة اساسية. اربع حلقات كمان اللي هم بتوع الاربع عمود اللي اشتغلناهم لغاية نصهم. يعني خمس حلقات. هسحب الخيط واخرج من اربعة. اتبقوا معي اتنين. هسحب الخيط واخرج من. وممكن نسحب الخيط ونخرج من كل الحلقات مرة واحدة. تمام يا بنات? بعد كده هبتدي اخد واحد اتنين تلاتة سلسلة علشان اروح اشتغل فين? طبعا سلسلتين دول هسيبهم. هروح وهسيب العمود كمان. هروح فوق السلسلتين واكون غرزة مكونة من تلاتة عمود بس باتنين لفة. يعني ايه باتنين لفة? يعني انا لما باجي الف آآ اللفات بتاعتي في العمود بلفة واحدة بلفه مرة واحدة. اما العمود باتنين لفة فبيكون عندي حلقة وبلف مرتين. واحد اتنين. وغرزة الكلاستر بتكون بالزبط زيها زي المكان اللي احنا اشتغلناها دوت. كأنك بتختصري تلات عمودة مع بعض في حلقة واحدة من فوق. هنروح بقى الاول سلسلتين بيقابلوني بدخل. اسحب الخيط واخرج. هسحب الخيط وبخرج من حلقتين. اتبقوا معي كده تلات حلقات. هسحب واخرج من حلقتين. تتبقى معي الحلقة الاساسية والحلقة الاخيرة من العمود الاول. كمان مرة بلف مرتين في نفس الفراغ هو هو بدخل فوق السلسلتين. هسحب الخيط وهخرج. مرتين باسحب الخيط واخرج من حلقتين. كده بلف الخيط واخرج من حلقتين. وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. وخلي الحلقة الاخيرة. العمود رقم تلاتة بلف الخيط مرتين. بدخل فراغي هو هو اسحب الخيط واخرج. نسحب الخيط من حلقتين. نسحب الخيط من حلقتين. زي ما احنا شايفين. اصبح معي كده حلقة اساسية وتلات حلقت. التلاتة عمود اللي اشتغلناها من لغاية نصهم. اما انك تسحب الخيط وتخرج من تلاتة وبعد كده ترجع تسحب الخيط وتخرج من حلقتين او تسحب الخيط وتخرج من كل الحلقات مرة واحدة. بعد كده باخد خمسة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تاني برجع اقرر داخل الفراغ. هلف الخيط مرتين. وادخل في الفراغ اللي بعده فيه سلسلتين. اسحب واخرج. اسحب واخرج من حلقتين حلقتين. هخلي الاخير. نلفه مرتين للعمود التاني في نفس الفراغ. ونكمل. نسحب من حلقتين ونسحب من حلقتين وخلي الاخيرة بلف مرتين بدخل فراغي بسحب الخيط واخرج بسحب من حلقتين بسحب من حلقتين هنا انا سحبت الخيط وخرجت من الحلقات كلها مرة واحدة هنا هجرب معكم الطريقة التانية هسحب من تلات حلقات بتبقى معي الحلقة اللي سحبتها وخرجت بيها والحلقة الاساسية اتنين هسحب الخيط واخرج منها اياهم وتفضلين يعني بصي اه بالنسبة للشكل ده اهي ده شكل الغرزة. وبالنسبة للشكل ده بردك ده شكل الغرزة. بحس ان شكل الغرزة في الطريقة التانية بيكون مفروض اكتر. يعني انت تختاري الطريقة بقى اللي تريحك. الاتنين صح والاتنين هيدينا نفس النتيجة. لكن طبعا مع اختلاف الشكل زي ما احنا شايفين. خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبكمل من تلاتة عمود باتنين لفة. اتنين تلاتة. نقفل الغرزة خمسة سلسلة الغرزة رقم تلاتة خمسة سلسلة كده واحد اتنين تلاتة اربعة. انا افتكرت دي رقم تلاتة دي رقم اربعة. دي رقم خمسة خمسة سلسلة واخر غرزة رقم ستة معي. انا بشتغل بس على السلسلتين اللي ما بين كل ايه عمود وعمود. اما السلاسل الاتنين اللي قبل المجموعة والسلاسل الاتنين اللي بعد المجموعة ما بشتغلش عليه. يعني السلسلتين دول وسلسلتين دول مش بنشتغل عليه. بشتغل بس في اللي داخل الظهرة بتاعتي. طيب كده خلصنا زي ما احنا شايفين الشكل ده. هنا خلاص انا دي اتضمت مع بعضها. زي ما احنا شايفينها خلصت. افلت. والزهرة دي بس هي اللي ايه بقت مفتوحة جميلة معنا. تشبه زهرة اللوتة الشوية. هنا بقى احنا اخدنا كام سلسلة قبل. واحد اتنين تلاتة. بعد كمان باخد تلاتة. واحد اتنين تلاتة. وهرجع تاني اكرر. اضم اول العمودين مع اخر عمودين. فغرزة واحدة من فوق. باخد تلات سلاسل واشتغل ستة غرزة كلاستر مكونة من تلاتة عمود باتنين لفة زي ما احنا شايفين. ما بين كل غرزة وغرزة باخد ايه خمسة سلسلة مسافة. وارجع ااخد تلاتة سلسلة وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. وارجع لكم نبتدي بقى نشتغل على الجزء الداخلي. رجعت لكم تاني كده خلاص في نهاية السطر زي ما احنا شايفين ده بيكون الشكل بتاعنا. بجد رسمة جميلة جدا ومميزة. طيب. في نهاية السطر ببتدي بقى اقفل. فوق اول فراغ اشتغلناه. اللي هي طبعا كانت الغرز اللي احنا جمعناهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق. بدخل فوقيهم. واقفل بغرزة منزلة. كده خلاص المرحلة دي او الطبقة دي تماما. هسحب بقى الخيط. واسيب مسافة كافية من الخيط. طبعا بتنفع ان احنا نوصلها بابرة التنظيف وبعد كده بنظف قول ده داخل الشكل. طيب نبتدي بقى نشتغل تاني على الطبقة الداخلية. في المرحلة دي هو آآ الطبقة انت بتعمليها بلون الجزء الداخلي منها بيكون بنفس اللون يا بنات. تمام? عندي هنا في اول غرزة بس يندور عليها. اهي. المكان ده. نقفل عقد الددائية وهتي دي. عايز اشتغل عمود بلفة. بلف الخيط على الابرة مرة. بدخل فوق اول غرزة بتقبني. بقى اشغل العمود بلفة الاول بتاعي. طيب انا هنا كده بشتغل على الطبقة دي طبقة عبارة عن شايفين السطر الاخير اللي اشتغلناها كان عمود سلسلة عمود. هو هو بشتغله عمود سلسلة عمود. لكن في كل مرحلة بتزاوديها يعني دي هعتبر ان الطبقة الكورنيش ده مرحلة. كل مرحلة هنبتدي نزودها ببتدي اعمل تزايد. في السطور الاولى دبقتي اللي هنشتغلها مش هعمل تزايد. لكن اخر سطر انا بشتغل اربع سطور عمود سلسلة عمود. فاخر سطر من الاربعة اللي هو سطر الرقم اربعة هبتدي اعمل التزايد بتاعي. بزاود مرحلة. يعني بعتبر مسلا ان المرحلة بتتكون من اربعتاشر غرزة زي ما احنا قلنا من البداية. ان انا عاوز عدد دي بالاسم على اربعتاشر. تمام? فبالتالي ببتدي ازاود اربعتاشر الغرزة على الغرز اللي بتكون معايا. وهنشوفها طبعا في رابع سطر. لكن السطر الاول والتاني والتالت هبتدي اشتغل عمود سلسلة عمود. انا كده اشتغلت فوق العمود عمود. سلسلة هسيب تحتها فراغ وفوق العمود اللي بعد. بصوا خلاص الحلقات الامامية اللي انا كنت سايبها كلها واضحة قدامي اهي. عفوا احنا اشتغلنا على الامامية. دي الحلقات الخلفية اللي انا كنت سايبها. ابتدي بقى ادخل على الحلقة الخلفية اللي احنا كنا سايبينها الباكلوب واشغل عمود. سلسلة هسيب تحتها طبعا الفراغ بتاعها واروح للعمود اهو. في هنا طبعا بعض الاعمدة احنا ما كنا شغالين فيها في الحلقتين. المكان اللي هو طبعا كان عند السلاسل والحشو. فبدخل برضك على الحلقة الخلفية الباكلوب. ماليش علاقة خالص بالحلقة الامامية لان هي بتخص السطر ايه? اللي احنا اشتغلناه في بداية المرحلة دي. عمود. سلسلة هسيب فراغ واروح فوق الحلقة الخلفية من العمود اللي بعدها عمود. وهكذا السطر بتاعي كله عمود سلسلة عمود. واحنا شغالين على الحلقة الخلفية الباكلوب من الغرزة. سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده في الحلقة الخلفية. يعني بص يا بانت. الغرزة دي انا مشتغلتش على الحلقتين فيها. دي الحلقة الامامية بسيبها واروح للحلقة الخلفية الباكلوب واشتغل عليها العمود بتاعي. سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح فوق الفراغ اللي بعده في الحلقة الخلفية اشغل عمود. وبكرر لغاية نهاية السطر عمود سلسلة عمود بنفس الطريق. رجعت لكم تاني كده خلاص في نهاية السطر بتاعنا. هنسيب فراغ ونروح نشغل عمود. سلسلة بسيب تحتها فراغ. وخلاص بيكون عندي العمود الاول اللي احنا اشتغلنا. بروح فوقي. بقفل. بغارزة منزلقة. واقرر سطر آآ رقم اتنين ورقم تلاتة بيكون بنفس الطريقة. عمود سلسلة عمود يعني فوق كل فراغ زيه بالزبط. سلسلتين. عمود على العمود الاول. سلسلة هسيب تحتها سلسلة وفوق العمود عمود. خلاص انا كده مش بشتغل بقى ولا على حلقة امامية ولا على حلقة خلفية. بشتغل تحت حرف اللي بشكل طبيعي. سلسلة هسيب تحتها سلسلة. وبدخل فوق العمود بشكل طبيعي تحت الضلعين الامام من خلف السطر ده والسطر اللي جاي بيكونوا بنفس العدد هو هو. السطر الاخير اللي هو بيكون بالنسبة لي سطر رقم اربعة اللي هبتدي اكون فيه مرحلة جديدة هو دوت اللي ببتدي اعمل فيه التزايد بتاعه علشان ازود شكل من الاشكال اللي احنا شايفينه ده. تمام? اللي هي الظهرة اللي احنا كوناها دي. فهكمل السطر ده بنفس الطريقة والسطر اللي وراه كمان بنفس الطريقة. لن بشغل عمود سلسلة عمود. لغاية مهيت السطر بروح آآ اخر حاجة طبعا بتقابلني كانت السلسلة بروح اقفل فوق اول عمود سلسلتين ارتفاع. وفي نفس الفراغ بشغل عمود. بعد كده سلسلة سيب تحتها فراغ عمود سلسلة عمود. لغاية نوصل لنهاية السطر وبعد كده بقفل بغرزة منزركة في اول غرزة اشتغلتها وبارجع لكم نعمل التزايد بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني وهنا احنا كنا متفقين نشتغل تلات سطور بس لأ انا اشتغلتهم اربعة بصوا كده السطر اللي احنا اشتغلناه مع بعض وده كده اتنين تلاتة اربعة. هخلي التزايد في السطر رقم خمسة. طبعا ليه زاودت السطر ده? علشان انا محتاجة ان انا في آآ الجزئية دي اللي بتغطي على الشبكة اللي تحت. اشتغل في اخر سطرين منها. يعني انا محتاجة بس اكون في مسافة قريبة منها. عاوز اسيب بس اخر سطرين. فبالتالي انا شايفة ان احنا نشتغل كمان السطر رقم اربعة ورقم خمسة بقى اللي بعمل فيه التزايد. دي بتكون الطبقة الداخلية من الفستان زي ما احنا شايفين. اما الكورنيش ده فبيكون هو متحرك زي ما احنا شايفين. خلاص? طيب تعالوا بقى نعمل التزايد. احنا قلنا التزايد بتاعنا بيكون احنا عايزين بصوا اهي. رسمة من دي. الرسمة من دي بتكون بتعتمد على كاما غرزة اربعتاشر غرزة. فبالتالي انا محتاجة ازود اربعتاشر غرزة على عدد الغرز الموجودين عندي. آآ طبعا مش هنزودهم كلهم في مكان واحد. لا احنا هنبتدي نبعد من مكان بزود فيه للمكان التاني. يعني شوية شوية. بروح لاور غرزة اشتغلتها. وبقفل فوقيها بغرزة منزلك. طيب. انا يا رنضا محتاجة ان اخلي فستان بنفس الشكل دوت من غير مزود تاني. راحتك ما فيش اي مشكلة اشتغلي على الشكل ده. بتبتدي بقى تكراري المرحلة اللي احنا كنا نشتغل فيها على الحالة الامامية. وتعملي بداية الشكل اللي احنا اسسنا ده. وترجعي بعد ما تخلصت طبقة دي. تشتغلي على الحالة الخلفية الشبكة اللي احنا اشتغلناها دي بقى. بنفس العدد. لكن لو محتاجين تزود وهو ده طبعا الصح في الفستان بتاعنا النهاردة. اني في كل مرحلة بزودها. ببتدي ازود ازاي? بزود اربعتاشر غرزة لاني بزود شكل من الاشكال اللي احنا مكونينه ده. اتنين سلسلة بعد ما قفلت بغرزة منزلكة. عمود بلفها في نفس الفراع. سلسلة. هسيب تحتها سلسلة. عمود. سلسلة. تعالوا نبتدي التزايد. احنا محتاجين كم غرزة? اربعتاشر الغرزة. نعتبر ان العمود دوت انا بشتغل فوقي عمود واحد صح? هشتغل عمود. وهاخد سلسلة وفي نفس الفراغ هو هو بشتغل عمود. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اهو. تمام? وانا عندي اصبح الفراغات فيها دلوقتي ايه? في عندي غرزة زيادة. تمام? نبتدي. ناخد سلسلة. هسيب تحتها سلسلة واروح فوق العمود عمود. سلسلة. نسيب السلسلة طبعا وفوق العمود عمود. سلسلة. عمود. سلسلة. سلسلة. هنروح فوق العمود عمود. وتعالوا نعمل التزايد رقم اتنين. سلسلة وفي نفس الفراغ هو هو اللي في العمود هاشغل عمود. سلسلة هسيب السلسلة وروح للعمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة وعمود في نفس الفراغ يبقى كده التزايد رقم تلاتة. احنا قلنا محتاجين كم مرة? اربعتاشر مرة بعمل فيها تزايد. خلاص يا بنات? بقرر بقى بنفس الطريقة. انا كده زودت تلاتة اعمدة. محتاجة كمان اكمل بقى لغاية ما وصل يكون الزيادة معي اربعتاشر ايه عمود. فوق الزيادة بتعتي كده تلاتة. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة وفي نفس الفراغ عمود يبقى دي التزايد بتاعي رقم اربع. سلسلة عمود. سلسلة بسيب تحتها سلسلة وباشغل فوق العمود عمود. سلسلة هسيب السلسلة وباشغل فوق العمود عمود. سلسلة هاشغل في نفس العمود مرة كمان يبقى دي التزايد رقم خمسة. سلسلة عمود فوق العمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة وفي نفس الفراغ مرة كمان عمود يبقى دي تزايد رقم ستة. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة وهاشغل في نفس الفراغ عمود. التزايد رقم سبعة. فضل لك كم? احنا محتاجين زود اربعتاشر غرزة احنا كده وفضل لنا سبع غرز لسا هنزود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود في نفس الفراغ. يبقى ده رقم تمانين. وبكمل سلسلة عمود سلسلة عمود. سلسلة وفي نفس الفراغ العمود وهو باشغل العمود يبقى كده الفراغ رقم تسعة. سلسلة في نفس الفراغ عمود. فراغ رقم عشرة فاضل لي كده اربع غرص بس. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة وفي نفس الفراغ كمان عمود. يبقى كده الفراغ رقم. آآ احنا قلنا عشرة ده احداشر فاضل لي تلاتة. سلسلة عمود في نفس الفراغ. يبقى كده فاضل لنا اتنين. عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة وفي نفس الفراغ كمان عمود سلسلة يبقى كده فاضل لنا غرزة واحدة بس هنزودها. عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة وفي نفس الفراغ عمود يبقى كده الاربعتاشر عمود بتاعنا اشتغلناهم خلاص سلسلة وبشتغل بقى لغاية نهاية السطر عمود سلسلة كده عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة وبروح لاخر غرزة او اول غرزة طبعا بتقديلني في السطر بقفل بغرزة منزل كده زي ما احنا شايفين دي الطبقة اللي تحت الطبقة اللي احنا بنشتغلها. مفروض ان في اخر سطرين في المرحلة دي انتو لو حاسين ان انتو المرحلة دي محتاجين تشتغلوا فيها سطر كمان بنفس طريقة الشبكة خلاص انا من السطر الجا مش بعمل تزايد انا التزايد بتاعها خلاص بيكون في نهاية المرحلة. هبطيدي اشتغل لو انتو محتاجين تطولوا الجزء اللي تحت ده شوية هنشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود يعني فوق العمود عمود وفوق السلسلة سلسلة زيها تمام? وفي نهاية السطر هنبتزي بقى نشتغل المرحلة الجديدة بتاعتنا زي المرحلة اللي احنا اشتغلناها دي. اللي هي كانت عبارة عن ايه? اشتغلنا آآ على الحلقة الامامية الفران طلوب تلاتة عمود وبعد كده احنا بس بدايتنا فين? عشان ما نتلغبطش. اهي. اشتغلت تلاتة عمود خمسة سلسلة سبت سلسلة عمود سلسلة وروحت في الفراغ اللي بعده اشتغلت حشو خمسة سلسلة سبت تحتها سلسلة عمود سلسلة وروحت اشتغلت تلاتة عمود وبعد كده اخدت سلسلة مسافة تلاتة عمود وبعد طبعا السلسلة اللي خدتها مفوق مسافة سبت زيها تحت واحدة يعني سبت تحتها فراغ تلاتة عمود وبرجع بكرر بنفس الطريقة. دي كلها بتبقى على الفرنطلو بالحلقة الامامية. وبعد ما بخلص طبعا الطبقة كلها زي ما شرحناها مع بعض انا مش هشرحها معاكم تاني لان احنا خلاص شرحناها مع بعض قبل كده. ببتدي بعد ما بخلص المرحلة اروح بقى اقلب الوش ده كده بالشكل ده واشتغل على الطبقة الداخلية على الحلقة الخلفية اللي هي الباكلوب بتاعتي. تمام? تعالوا بس نضيف الخيط ونبتدي مع بعض المرحلة التانية. انا كده عندي الوردة دي آآ زادت عندي واحدة منهم خلاص بعد التزايد اللي انا عملتو ده زادت عندي واحدة منه. كده زي ما احنا شايفين بسيب اللي هي المسافة بتاعت الخيط بتاعت البداية وبغير اللون بالشكل ده. بسحب الحلقة جديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. طيب. في نفس المكان اللي احنا فيه بارتفع سلسلتين وهبتدي اشتغل على ايه بنات على الحلقة الامامية بس. كده بشتغل على الاول غرزة الفرنط لوب الحلقة الامامية اهي عمود. والغرزة اللي بعدها كانت سلسلة بشتغل برضك على الحلقة الامامية وشغل كله في السطر ده على الحلقة الامامية. عمود. والغرزة اللي بعدها عمود. خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طبعا هنلاقي المكان اللي تحت ده كان عندي بداية تزايد. انا مليش علاقة بقى هو كان بداية تزايد نهاية تزايد في وسط التزايد انا مليش علاقة انا بشتغل انا على السلسلة عمود سلسلة عمود بالشكل ده اهو. بسيب ايه? سلسلة عمود سلسلة وبروح هنا بشغل غرزة حشب بسيب سلسلة عمود سلسلة وبروح بشغل على الحالة الامامية برضك غرزة حشب. خمسة سلسلة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ونروح فين? هسيب تحت الخمسة سلسلة ايه? سلسلة عمود سلسلة وفي العمود اللي بعده. في الحلقة الامامية الفرنط الوب بشغل عمود. والغرزة السلسلة اللي بعدها في الحلقة الامامية عمود. وغرزة العمود اللي بعدها في الحلقة الامامية عمود. بناخد سلسلة مسافة. السلسلة المسافة دي بلف الخيط بعدها على طول على الابرة. بسيب تحت السلسلة سلسلة. يعني انا سلسلة اخذتها من فوق بسيب تحتها سلسلة. وروح اشتغل تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. ترتيب الشغل بتاعي سواء بقى تحت مني سلسلة عمود. المهم ان انا بشتغل الرسمة اللي احنا ايه? عارفينها مع بعض زي ما احنا اشتغلناها. وبكرر بنفس الطريقة حتى نهاية السطر. خمسة سلسلة دلوقتي مفروض نشتغلهم. هسيب سلسلة عمود سلسلة واشتغل حشو. خمسة سلسلة نسيب تحتها عمود سلسلة عمود ونشتغل تلاتة عمود. وبكرر بنفس الطريقة حتى نهاية السطر. وفي نهاية السطر طبعا انا عارفين ان احنا بنقفل فوق العمود الاول بغرزة منزلقة. وببتدي اشتغل بنفس الترتيب السطور السبعة اللي احنا اشتغلناها مع بعض في المرحلة او الطبقة الاولى. لما هاجي بقى اقلب الفستان بالشكل ده. معلش نسيبنا من كل الخيوط اللي هي دي. اهو. قصوا يا بنا. المفروض ان المرحلة آآ بداية المرحلة الجديدة بتاعتي بتكون متغطية تحت جزء من المرحلة القديمة. ليه? لان اللي بيبان معي بقى بيبتدي بقى معي بقية السطور السبعة يعني السطر الاول والسطر التاني هتبصوا تلاقيهم مستخبين تحت السطرين اللي هم في الاخر من المرحلة الاولى. خلاص? وبعد كده بيبتدي بقى بقية السطور بتاعتي. اللون الابيض خلاص احنا اضفناه هنا. بكمل بقى السبع سطور يعني ده السطر الاول. بكمله. بكمل بعد ما وصبت سطور بقية المرحلة او الطبقة دي. وارجع بعد ما بخلص الطبقة بتاعتي كلها اللي هي بتكون متدلية دي هشتغل الشبكة الداخلية زي ما احنا شوفنا تزاودي طبقات زي يعني تزاودي كمان مرحلة يعني دي كده المرحلة التانية بالنسبية هزاود عليها كمان مرحلة او مرحلتين ده على حسب طول الفستان اللي انا محتاجة زي ما انا عاوزة اكمل بقى الفستان بتاعي بنفس الطريقة هقرر بقى الكورنيش دوت اكتر من مرة يعني المرة دي وبعد كده هرجع تاني اضيف اللون البصلي او اللون الاورنج ده اقرره مرة كمان وبعد كده ارجع لكم ولو حبا انا اقرره مرة يعني مرة ربعة مفيش اي مشكلة عدد المراحل اعمليها على اساس طول الفستان اللي انتي محتاجة اكمل لغاية ما بخلص الفستان للنهاية وارجع لكم نعمل بس حاجة بسيطة نقفل بيها الجزء الاولاني من الفستان طيب من ناحية الاكمان بتاعت الفستان الفستان ده ملوش اكمان هو دي بتكون المرحلة اللي هي عندي دي بتكون حمالة الفستان طيب لو حبا انتي تضم المكان دوت ما فيش اي مشكلة بتبتدي تشتغلي بغرزة العمود او غرزة الحشو على كل الغرز اللي بتقابلك كل اربع غرز بتبتدي تعملي تناقص يعني مسلا بتشغلي اربع غرز وبعد كده في رقم خمسة ورقم ستة بتشغلي ايه بكريس تناقص آآ لغاية ما توصل لنهاية السطر وبتقفلي هنا بغرزة منزلكة وبيكون هو بس ده نهاية الكم بتاعي لكن هي موديل الفستان بيكون ده الكم بتاعي اكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية الفستان وارجع لكم اقفله معنا رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده انا كملت الطبقة التانية وكمان كملت الطبقة رقم تلاتة وكده الفستان بتاعنا تمام زي ما احنا شايفينه قد ايه موديل جميل جدا وسهل وبسيط ومميز في نفس الوقت ده بيكون الفستان بتاعنا من جوه وطبعا بيكون زي ما احنا شايفينه قطع واحدة احنا صحيح اشتغلنا على طبقات لكن الطبقات اللي بتكون اه للخارج مالهاش علاقة بالطبقة الداخلية ناهية تمام ده كده بيكون الفستان بتاعنا من الداخل اخر سطر يا بنات او اخر مرحلة عفوا باشتغلها على حرف الفيب الكامل يعني مش محتاجة ان انا اشتغل حلقة الامية وبعد كده الحلقة خلفية لا انا باشتغل على الحلقتين مع بعض كده طبعا بيكون خلاص معي الفستان بالشكل ده وطول الفستان انا شايفة ان هو بالنسبة للمرحلة العمرية او السنة دوت بيكون كافي ان احنا ده نعمل تلات مراحل لو انت حابة طبعا لمراحل عمرية اكبر بتزاودي المراحل زي ما انت عاوز نفنش طبعا انا كل الخيوط اللي اشتغلتها قفلتها وهواريكم ازاي تقفلها في السطر الاخير ده انا طبعا كان معتاد بنروح لاول غرزة اشتغلناها وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة بسحب الخيط بسيب مسافة كافية من الخيط وبعد كده ببتدي اقص الفستان بياخد معانا بكرتين يعني الا حاجة بسيطة بصة اني بيفيد معي حاجات بسيطة من كل بكرة هيفيد معاك حاجة بسيطة زي كده بالزبتاني تقدر يتعملي منها بندانة بسحب بقى الخيط بالشكل ده ابرة التنظيف من داخل الشغل انا طبعا مش عايز اخيط على الطبقة الخارجية بخيط على الطبقة الداخلية بدخل تحت الغرز الشكل ده وبرجع بسيب المكان انا اخرجت منه وبرجع لمكان تاني ابعد شوية وادخل وبفضل اكرر بنفس الطريقة اني بحيث ان انا سبت الخيط الاخير ده معايا اكتر من مرة على اساس ان هو ما يفكش معايا خالص بنعقده كمان عقبة وخلص المرحلة دي خلاص بصوا ما عنديش اي حاجة باينا من الخيط وبالاضافة كمان ان انا الخيط بتاعي ايه متمكن بقية الخيط بنشيلها بنحشي بيها عريس الاميدروني طيب انا كده الفستان زي ما احنا شايفينه اهو تامان مش نقصوا اي حاجة خالص غير بس المكان اللي احنا هنقفله من فوقه ممكن كمان ما نعملوش بس احنا طبعا مضطرين نعمله عشان خاطر نعمل ايه بصوا شكل الفستان والكرنيش بتاعته من تحت وطريقة التزايد طبعا بتاعتنا كانت سهلة لكل الطباقة احنا محتاجين بقى في المكان دوت ان انا اقفل مكان للازرار عايز اعمل مكان للزرائر تمام طبعا البقرة البيضة اهي خلصت معايا بس انا معايا ابيض تاني فيش مشكلة بقى في العقد البداية وبروح لاول مكان هبتدي اشتغل فيه اعنا هنا هشتغل على الاعمدة بالعرض خلاص يا بنات بدخل على العمود الشكل ده جسم العمود اسحب خيط واخرج خيط البداية بجيبه معايا خلف الشغل وبتتشتغل عيد معايا حلقة اساسية وحلقة اسحتها دلوقتي بقوا حلقتين باسحب خيط واخرج منهم بغرزة حشو وفوق كل العمود بشتغل تلت غرز حشو فكده تنين تلات هنشوف الاماكن اللي احنا عايزين نعمل فيها الازرار طيب انا هنا عندي المكان ده كان مش صغير يعني انا لو كان انا عملته نفسه هنا كده فكا ممكن نعمل اتنين لا احنا كده ممكن نعمل تلات ازرار في المكان ده العمود اللي بعده واحد اتنين تلاتة حشو ونبتدي بقى نعمل الازرار العراوي بص يا بنات انا مش فقيها قوي في ان انا عرف العراوي بالنسبة للبنات بتكون يمين او يسار لا انا بعملها في اي مكان ما بحددش لاني بصراع المعلومة دي ما عنديش فكرة عنها فهرتفع واحد اتنين تلاتة شوف بقى الزرار اللي عايزين نركبها صغيرة ولا كبيرة اربعة خمسة خمسة وبعد كده هنزل تاني على العمود اللي بعده واشتغل تلاتة قرس حشو واحد اتنين تلاتة وهكذا واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة ونعمل العروة التانية هنا واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة خمسة ونرجع دي بقية الغرز طيب هنا المفروض انه بيكون عندي عروة فوق العروة واحد اتنين نعملها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة رأس الغرزة هبتدى اشتغل فيها غرزتين حشو واحد اتنين الشكل ده عشان بس ايه تكون عندي الشكل الدائري اللفة دي وفوق كل غرزة خلاص بقى بتقبني بابتدى اشتغل غرزة حشو واحدة لنا كده بشتغل على الغرز الحلقة اللي كانت باقي عندي من حلقات غرز البداية اللي احنا اشتغلنا عليه ومن صدر الاول ايه من صدر الفستان همشي بقى لغاية ما بوصل للاتجاه التاني وارجع لكم. رجعت لكم تاني وفي الجزء دوات زي ما احنا شايفين طبعا المكان ده هو اللي بيجي بلفة نبتدي فوق الغرزة الاخيرة هشتغل تلاتة او اتنين غرزة حشو واحد اتنين تلاتة في نفس الفرق. احنا هناك اشتغلنا اتنين بس عشان انا هنا كنت عاملة العروة بتاعتي فما حبيتش ان ايه المكان يكون زيادة اكتر. في الاتجاه التاني مفيش عراوي. ازا كنت هتعمل العراوي هنا فالاتجاه دوت اللي احنا اشتغلنا فيه العروة فما انش هيكون موجود يعني واحد من الاتنين بس بنعمل فيه. هنا بشتغل بقى بشكل طبيعي فوق كل غرزة. تلاتة غرزة حشو زي ما احنا ايه مشينا على الجانب التاني. لغاية ما بوصل لنهاية الجزء ده. كده خلاص بكون وصلت لنهاية المكان اللي احنا اشتغلنا فيه خلاص اول غرزة اشتغلناها بدخل فوقيها. وبقفل بغرزة منزلكة. زي ما احنا شايفين. لو حابين المكان ده مقفلوش اي فراغات من الممكن اشتغل فيه غرزة. يعني مثلا هدخل اشتغل هنا غرزة. واروح لاول غرزة. واقفل فوقيها. بغرزة المنزلكة. كده خلاص قفلنا خالص. كالمعتاد. وابتدي بقى ايه? انظف الخيوط بتاعتي. كده بيكون طبعا الفستان بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو. الجانب ده بيكون على الجانب ده وان هنا بنركب الازرار بتاعتنا بتخيطي الازرار. وبيكون الفستان بتاعنا خلاص تمام. خلص. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي النهاردة. بتمنى تكون فكرة سهلة وبسيطة عليكم. وكمان تنول اعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من ويه. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجراز عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش تطبوا صفحتي على الفيسبوك. هنا اه في المكان ده ممكن نجيب شريتا ستان وندككها او ندخلها ما بين الفراغات ونعمل لها في يوم كحلو بتكون حلوة قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.